بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه يقزغل أخلاق الحسنة يضني التواضع التواضع يالخلوق يفولكين لكن السبب بإذن الله تبارك وتعالى تكشبس الجنة نربي بإذنه وفضله وكرمه وكان ما يقان التواضع التواضع هو العكس الكبر هذا التفات يعني بنادن مثلا قيس الكبر عارتني التحقار وغاديقا متكبير يقال يالخلوق يهرشن يالخلوق يخشن هاشكو أول يعني أول ذنب المعصية تام زواروت غلكون هي الكبر ما خلق يكشن إبليس الجهنما يغضب في الرأس في الله سربيه تبارك وتعالى إلي عند السوفة غد صغير رحمة ننس هاشكو يسكريان الدنب يقى عظيم ما تقان هو الكبر إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين هاشكو الكبر يقى غراس الكفر نعوذ بالله وكان العكس ننس يقى التواضع المسلم هل مسلم يقى في متواضع يقومized أولاد التكبر لا سيقريد النس ولا سلعلم النس ولا السلطن ولا استكرى الحجد هي متواضع هاشكو سيدين النبي صلى الله عليه وسلم انه يقى خير الخلق ها تيقى متواضع صلى الله عليه وسلم هاري السودا غيول هاري السودا غيول يستدقى مثلا نكران ينيضني السودا دينا اسمو عاد السودا دي த أبو بكر رضي الله عنهم السودان السين غيانو غيون وغادي قسغ التواضع وكان يقى خير البشر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم اكتني غيشة متشو هي كملة متشو يعني اريت الحاسد وضنز وغادي قسغ التواضع صلى الله عليه وسلم اكتنا ريتسلم في الصبيان في حشمين في فرخان اردني اغتني وفاق اغتني وفاق اغتني وغادي قسغ التواضع او كان يقسك تقتدي اتكت زن النبي صلى الله عليه وسلم اغميت غلخل وغاد وكل الاخلاق وكان الغازكيسن التواضع اشكو اناي التواضع عن ارس يكر بتبركه وتعالي ياتل القيمة اغدار سولح تقدر العباد انه صلى الله عليه وسلم ما تواضع ما تواضع أحد لله إلا رفعه كيف تتواضع؟ هل تتواضع للمسكنة؟ أردت ترفع ربكة أردت تلغت درجة أنك لا تغدر سبحانه وتعالى ولا تغدر العباد تواضع هي العمل مقورا أردت ترفع ربكة أبدا أعوذ بالله سيد ربي تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله ماشي ودا دار يقاردن ولا ودا دار إلا العلم ولا ودا قان الأمر ولا الوزراء ولا لا أتقاكم ودا دار التقوى واللي يعني حقيقن التقوى سيد ربي تبارك وتعالى قال المتقين كسودن ربي وإن أدار الله المكان مقورن دارست ربي تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان سبحانه وتعالى إملاغ بالله ماشي التقوى غيرتي تقيت المتقي وهو انتيت سبحانه وتعالى انتيت طالعا في القلوب إنه تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أورتنيت نكي قيغ نكي قيغ نكي قيغ نكي حجيغ نكي رقره القرآن نكي رسعلمه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى وكان يقول سنتيخفلن كيخ سكت وضعت سيد ربي تبارك وتعالى لا بدت توضعت سيد ربي تبارك وتعالى إنه صلى الله عليه وسلم ذا غيال حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر أو مثقال ذرة من كبر وانا إلا غولنس القلبنس مئميك الكبر وريكش مثل الجنة وكان الصحابة اللي غصفلين يقولون شكاديك صودن ننسي يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أذلك من الكبر ننسي يا رسول الله نكون يعني أن تري يعني أنس كران مالسي شوان كران جلبيت مثلا كران يعني أنسو دا كران أسردو الزعماء شوان مزيان كران طمو بالمزيانة مثلا إزدو غاديك الكبر إن نسنو هو ليس ذاك قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر وبطر الحق معنى بطر الحق يعني رد الحق وانا يترر الحق هكذا يشكل الحق يجب علي أن ننسي نسي نفسي كلا وكذا في النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب نفسها أن تسمع الله لم يكن أخذ الدين الجديدة لا تكون أخذ دي قيدة اوه يعني transformation لأنه يعني أنه يتكبر إنه يشكل الكبر وغمط الناس غمط الناس هو الإحتقار وانه يتحقرن الدين بطر الحق كما ترشوا مثلا الفقراء والاورستين مزيان أردتني التحكى الغداء يقول الكبر نعوذ بالله من هذا الخلق الذميم وكالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني هل تعاوني الدارس هل تعاوني مغارنس هل تقميت إنك عايش رديلان كان يكون في خدمة أهله هل تعاونك هل حاجة نتقمي فإذا سمع الأذان تركنا وخرج صفيقي للأدان الفوغز ظلت معنى في خدمة أهل يريد توضع ورفل سنتكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسأل الله تعالى أي غيق زودة دار الأخلاق الحسنى أي غيق زلمت وضعين دار الجرب بتبرك وتعالى غل الخلق المتكبرين آمين والحمد لله رب العالمين إنتاج المسلم الأمازيغي